كذلك تتابع مصر بكل اهتمام من مستجدات الأوضاع في دولة اليمن الشقيقة وكما سبق أن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية في اليمن في إبريل من العام الماضي وفتحت أبوابها أمام تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء دعما لهذه الهدنة فإن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن وتدعو إلى استئنافها تمهيدا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية في أسرع الأجال بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويسون مقدراته وينهي معاناة شعبه ويدعاه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء أصحاب السمو والمعالي ودى أن أؤكد على ضوء رئاسة مصر للكوب 27 واستضافتها لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وتولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة الدورة القادمة على محورية قضية البيئة وتغير المناخ وما يرتبط بهما من قضايا الأمن بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي وهي قضايا جديرة بأن تحزى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات وأنني أدعوكم في هذا الإطار إلى الانضمام إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ ولا سيما تلخى الخاصة بالمياه والغذاء والهايدروجين الأخضر وكذلك تحالف الديون المستدام معرباً في الوقت نففه عن تطلعنا لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية القادمة للمؤتمر كوب 28 لتعزيز العمل المناخي العالمي وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله فضلاً عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل تسيير وإتاحة التمويل ولا سيما التمويل الميسر لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية وفي هذا السياق أعرب عن قلق مصر من التدعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في الدولة السومال الشقيق ومساندتنا للمناشدات السومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة ولا يفوتاني في هذا المقام تناول قضية محورية ذات أولوية متقدمة ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي وهي خطر الممارسات الإثيوبية الإحادية على الحود أنهار المشتركة والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرس تجلياتها الرهنة وذلك على دوق استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتها المصاب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل وهو ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي وجبة التطبيق وعدم التزام بالبيان الرئاسي صادر عن مجلس الأمن في سبتمبر من 2021